ننتقل بقى سريعاً للتصريحات الخاصة بمؤتمر الصحر في مارسل كولر بعد الفوز الكبير جداً والعريض على بيرميدز مارسل كولر النهاردة قال تصريحات فيه تصريحات طائعاً اعتيادية وفيه تصريحات عايزين نتوقف عندها شوية هو قال في الأول أنه سعيد جداً بالفوز على بيرميدز وإحنا نادي الأهلي كان منظم وإحنا وظفنا اللعيبة بشكل جيد هو قال أنه عارف أن بيرميدز فريق قوي وعنده لعيبة على أعلى مستوى وإحنا تقدمنا بالنتيجة بيتكلم على تصويبة الرائعة لعمر السلية بس أنا عايز بقى أتوقف هنا عند التصريح ده وعايز أحاول أن أقرأه كما هو علشان أنا أعتقد أن يمكن يكون فيه خطأ في الترجمة الله أعلم خلينا نقرأ التصريح كما ورد إلينا كنا نغلق اللعب وجعلناهم يجرون خلف الكرة من أجل إرهاقهم في الشوط الثاني كنا أكثر صلابة ومرت الأمور كما خططنا لها أنا صراحة أنا يعني مش عارف إزاي أن مدير فني يطلع يقول أن إحنا بنحاول أن الخطة بتاعتنا كانت معتمدة أن إحنا نرهق لعيبة الخصم علشان يتعبوا وبعد كده إحنا نجهز عليهم في الشوط الثاني فأنا صراحة أنا شايف أن فيه حاجة خطأ في التصريح ده على أية حال هو تابع وقال ما بين الشوطين إحنا أنا شعرت بأن شادي حسين مهاجم نادي الأهلي مش قادر أنه هو يستكمل المباراة عشان كده هو دفع به شريف واللي قدم مستوى جيد وكان بيتحرك بشكل جيد ما بين المدافعين وكمان كان هو مزود عليه أدوار دفاعية ويشريف مفروض يعني لعب بالشكل اللي عايزه كولر وقال أن التدوير الغرض منه إراحة اللعيبة بسبب ضغط المباراة وده برضو أنا بشكل شخصي عندي كويس شامارك في الموضوع ده هو قال أنه هو خايف على اللعيبة أنهم يتعرضوا للإصابة زي اللي حصل مع كريم فؤاد طيب إحنا لسه بنتكلم في الدوري الممتاز لكرة القدم المفروض أنه ما فيش لسه ضغط مباراة يعني إحنا عندنا الشهر الجاي كأس العالم للأندية وعندنا كمان البطولة الأفريقية فإحنا لغاية دلوقتي إحنا بنلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم فضغط المباراة ده معرفش ممكن يقصد إيه من التصريح ده هو بيقول أنه هو مش عايز أو بيخايف على اللعيب ولذلك بيعمل لها عملية إيه التدوير بخلاف أننا بنعتمد على الضغط العالي هو بيعتمد على سطوب الضغط العالي زي ما تابعنا النهاردة وهو لا يستطيع الجزم بإمكانية تثبيت التشكيل من عدمه بيحتاج لمجهود مضاعف من اللعيبة ويقال على أستاذ القاهرة وبيفضل أنه يلعب على أستاذ القاهرة في مصر وأنه يتمنى أنه يستمر فيه أنه يلعب على الأستاذ ده وطبعاً زي ما تابعنا كلنا الكلام ما بين مارسل كولر وإدارة النادي الأهلي اللي بعدته أنه حتستمر النادي الأهلي حيستمر فيه اللعب على أستاذ القاهرة وهو بيرغب أنه فيه اللعيبة تساعده أنه تقدم كرة أفضل في كل المباريات ترجمة نانسي قنقر